السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله السلام عليكم فشل العداء الجزائري محمد ياسر تريكي في الحصول على ميدالية من بين الميداليات الثلاثة ضمن منافسة الدورة النهائي للقفز الثلاثي حيث لم يتمكن سوى من تسجيل 17 متر و22 سنتيمتر كأحسن محاولة له في المحاولة الثالثة والأكثر من ذلك فإن ياسر تريكي أقصي فقط بعد إجراء المحاولة الثالثة وهذا لأن قانون في المنافسات المركبة في الألعاب الأولمبية أو في البطولة العالمية لألعاب القوى ينص على أنه من بين 12 المتنافس في القفز الثلاثي أو القفز العالي أو ما غيرها من المنافسات المركبة بعد المنافسة المعدة المحاولة الثالثة يبقى فقط أصحاب ثماني أحسن محاولات بينما الثلاثة المحاولات الأخرى يجريها فقط كما قلنا أصحاب المراتب الثمانية الأولى وأما من يفشل في أن يكون مع الثمانية الأولى فيقصى وهو الحال مع يسر محمد تريكي الذي فشل في المحاولة الأولى ولم تحتسب كانت محاولة خاطئة محاولته الثانية سجل فيها 17 متر و 5 سنتيمتر والمحاولة الثالثة وأحسن محاولة له هي 17 متر و 22 سنتيمتر لكنها لم تكن كافية واحتل بها المرتبة التاسعة يذكر بأن الذي احتل قبله المرتبة الثامنة هو الأمريكي الذي سجل 17 متر و 28 سنتيمتر بهذا يكون محمد يسر تريكي لم يتمكن حتى من الوصول إلى أحسن نتيجة له هذا الموسم وهي 17 متر و 35 للتذكير فقط فإن الفائز بالميدالية الذهبية هو الإسباني دياز 14 صاحب 18 عام والذي تمكن من تسجيل 17 متر و 86 سنتيمتر مكنته من إحراز الميدالية الذهبية وقد سجل هاته النتجة في محاولته الأولى يذكر بأن دياز 14 هو بطل أوروبا وصاحب أحسن نتيجة عالمية لهذا الموسم ب 18 متر و 18 سنتيمتر المركز الثاني عاد للبرتغالي بيدرو بيتشاردو بطل دورة توكيو الماضية والذي تمكن من تسجيل 17 متر و 84 سنتيمتر في المحاولة الأولى أيضا المركز الثالث كان مفاجئ أن وعد لدياز هيرلانديز من إيطاليا والذي تمكن من تسجيل 17 متر و 64 سنتيمتر سجلها في المحاولة السادسة والأخيرة شكرا لكم على المتابعة سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سلام عليكم ورحمة الله تعالى 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 و